دلوقتي نتابع الحركة المرورية في شوارعنا وطبيع النهاردة يوم الجمعة نلاقي الحركة سهلة وميسر نتابع معاكو حركة المرور نشوف كده ونلقي نظر على الخريطة من أعلى دايماً رحمة بتقول الله قول يا رحمة الله في جد يعني دينا سلكة أول نفسنا نشوف الخريطة كده على طول صح أول الله في جد نفسي خاصة اللي يامل اللي فاتت يعني مش عارفة بقى الناس بيجهزوا رمضان ولا ايه من دلوقتي لكن في زحمة غير طبيعية بس فعلاً يعني الطريق سارك وحلوة جداً جداً يعني بجرد يريتوا الأيام كلها تبقى جمعة يعني تبقى جمعة وسبت أول الله فعلاً عشان كمان الناس تتفرج علينا وعلى تمانية الصبح ودي من الحاجات الحلوة أول الله جميلة يعني شبه غد أشكد على الصبح طب ده إيه علاقته ده وحركة المرورية نتدفى برضو وإحنا بنتفرج يعني نشوف الدفاية في العربية بقى عارفين الموضوع اللي بتقول عليه رحمة موضوع الدفات في السيارات ده يعني الدكاترة كتير بينزنوا منه لإنه ممكن يعمل بقى انت داخل من الحر البرد فممكن يعمل نزلات برد كتير طب احنا شايفينه نظرة كده على خريطة من أعلى خالص شايفين معظم الطرق تظهر قدامنا باللون الأخضر توصلوا بألف سلامة لكن يا جماعة يعني على قدر ما فيه اهتمام بالطرق وفيه يعني رفع كفاءة الطرق أنا مبارح بصراحة كمان شفت العديد من الطرق كان من ضمنهم طريق جديد معمول بعيدا بقى عن الطريق الدائري وبعيدا عن كسافة والحركة المرورية المكدسة دائما على طريق المحور فيه طريق سياحي معمول جديد كده في امتداد مدينة الانتاج الاعلامي في امتداد طريق الوحات ده بقى بياخدك على التجمع وبياخدك على مدينة نصد تطلع منه تفرعات كتير قوي تنزل على كبري المنيب من هناك أو محور المنيب في التفريعات المعمولة دي أكثر من رائعة وبجد حاولوا ان انتوا تستخدموا التقنية دي موضوع الجي بي اس ده هيوصلك في أسرع وقته بتقدر تعرف فين الكفافات المرورية عشان ان انت تقدر تتجنبها وانت في الطريق ويعرفك كمان حسب الخريطة بقى هو بيشوف الطرق الجديدة وده اللي انا فعلا عملت مبارح وشفت بقى رفع كفاءة وطرق جديدة اتعاملت يا مثلا طريق الاباجية اللي اتعامل كبري الاباجية والطرق الجديدة اللي اتعاملت فيه الطريق ده عند مضحف الحضرات بجد الحاجة معمولة كما يقول الكتاب وفعلا ربنا يحمي مصرنا الغالية ويبقى فيه المزيد والمزيد من التقدم